حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قال كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافعا وكان في كتابه حدثنا الهيثم بن حميد عن زيدي بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير ابن مرة عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنافس بينكم إلا في أثنتين رجل أعطاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه فيقول رجل لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به فقال رجل يا رسول الله أرأيتك النجدة تكون في الرجل وسقط باقي الحديث